بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هياكم الله جميعا في المحاضرة التاسعة والعشرون بعنوان الورم أوتو ايميون هيموليتك أنية في هذه المحاضرة سنعرف الوارم أوتو ايميون هيموليتك أنيميا سنعرف الباثو فيسيولوجيا سنعرف اللاب دياغنوسيس وسنعرف التريتمينت والأخرى سنتكلم عليها في النهاية طيب الآن سنعرف ما هو الوارم أوتو ايميون هيموليتك أنيميا هي عبارة عن أنيميا الأنيميا هذه ناتجة عن أوتو أنتيبوديز هاد الأوتو أنتيبوديز من نوع HEG الأنتيبوديز هادة اللي من نوع HEG لو ما يرتبط بالأر بي سيز يعمل لها ديستراكشن أت ترتي سيفين ديغري سانتيجري وهذا هو في الحقيقة المست كومن المست كومن من قضية العملية الاميون أو الأوتو ايميون هيموليتك أنيميا هو قضية الوارم أو تو ايميون هيموليتك أنيميا هذا الإي جي جي ارتبط بالاردتيز عمل لهذه الفركشة طيب في الباثوفيسيولوجي فيه أشياء مهمة لا بد نستوعدها أول أمر أكيد حيننسي السؤال من فين جيال الإي جي جي اللي هو كاوتوانتيبوديز أول شيء زي ما اتفقنا نشوف في السكندري زي سيستيم كلوباس روماتويد أرثرايفيس هذا المصدر المصدر الآخر مليجننسي زي قضية اللينفومة المصدر الآخر دراج زي قضية البنسلين سواء يعمل استيموليشن لما يجي على قضية تعمل على فيحصل عملية ويطلع عملية الآي جي جي أو قضية انفكشن زي هباطايتسي فيروس زي سايتوميغالو فيروس دي ممكن تعمل استيموليشن ويطلع قضية الآي جي جي النقطة الثانية لو ما حصناش في هذه الأشياء كلها يكون في بلالة في بلالة هذه برايمري وبالتالي اديوباثيك وخمسين في النية يكون قضية اديوباثيك طيب الآن تعالوا نشوف وخطوة قضية الباثوفيسيولوجي حيحصل الأنتيباضيز اي جي جي حيحصل له حيحصل له كوتد بالأربيسيز النقطة الثانية بالتأكيد حيحصل اكتيفاشن كومبيمنت ولو ما يحصل اكتيفاشن كومبيمنت حيطلع المركب الصغير اللي نسمنيه سيثري بي حيلتصق كمان على الاربيسيز الآن إيش اللي حيحصل الآن اربيسيز أمامكم اربيسيز مرتبط عليها اي جي جي الآن هيحصل ديستراكشن في الاسبلين هيحصل الديستراكشن هذا 37 ديجري سنتيجري هيحصل بالاوبسونيزيشن كيف يعني هتيجي الماكروفاج ولها ماكروفاج ولها سبيسيفيك ريسبتور للإفسي بورشن فحتروح تعمل عملية اوبسونيزيشن لو ما تعمل عملية اوبسونيزيشن هتعمل كمبليت انجالفمنت للاربيسيز وحتعملها ديستراكشن وبالتالي نسميها كمبليت فاغوسايتوزيز هذه الطريقة الأولى طريقة الثانية انه هذه ارتبط بها انتيبوديز هيحصل ديستراكشن في الاسبلين 37 ديجري سنتيجري لكن شوفوا ايش اللي هيحصل هنا هتيجي الماكروفاج هتلتصق بالإفسي بورشن للإي جي جي لو ما تلتصق به هنا هيحصل حاجة نسميها انه بارت اوف ار بي سي من برين از ريموف يعني كأنها تقطم جزء من الار بي سيز فلكم ان تتصوروا لو في انتيبودي هنا وانتيبودي هنا وانتيبودي هنا مرتبطين على الار بي سيز حينقطم جزء من الار بي سيز هنا وجزء من الار بي سيز هنا وجزء من الار بي سيز هنا فهذه نسميها نسميها احنا بارشيال فاغو سايتوزيز هذه البارشيال فاغو سايتوزيز ينتج عنها حاجة مهمة جدا ينتج عنها نحنا نشوف سفيروسايت في البلود فيلم وينتج عنها نحنا نشوف كمان فريقمنتد ار بي سيز كمان في قضية في البريفرال بلود طيب الآن ممكن يحصل عملية ADCC ADCC ما معناها؟ معناها Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity إن في معايا Antibody IgG جاءت ال Natural Clear Cell وارتبطت بالFC Portion طلعت عملية Perforine و Granzyme وعملت Destruction لكن بالتأكيد هو الأساس بالنسبة لنا قضية عملية اللي هي Complete Phagocytosis وال Partial Phagocytosis النقطة الثانية إنه يحصل عملية إنه زي ما اتفقنا في Activation of Complement سيطلع ال C3B ال C3B لو ما يطلع سيلتصق على ال RPC لو ما يلتصق على ال RPC يحدث عملية في ال Cover Cell في الليبر بما معناها؟ معناها أن ال Cover Cell اللي هي عبارة عن MacroVeges لها Specific Receptor للFC Portion فهتعمل عملية عملية وبالتالي تعمل complete Destruction لقضية لل RPC الآن تعالوا نلخص إيش اللي حصل حصل Destruction في ال Spleen وحصل Destruction في الليبر الدستراكشن اللي في ال Spleen حصل ب complete Phagocytosis وحصل كمان بال Partial Phagocytosis كلاهما الوسيط IgG الدستراكشن في الليبر حصل زمعا حصل بالوسيط اللي هو C3B وحصل Opsonization وحصل Destruction طبعا كلاهما بحصل عملية Extra Vascular Hemolysis سواء كان في ال Spleen نتفقنا على قاعدة 3-3-3-1-1-1 أول أمر نشوف الثلاثة الأولين حيطلعوا كلهم Decrease فمعناها معايا أنيميا أروح أشوف قضية الثلاثة الثانيين الثلاثة الثانيين الثلاثة الثانيين MCV والMCH والMCH كلهم Normal فنقول معايا Normocytic Normochromic بالتأكيد هنا بس تقول في بالنا ممكن يحصل Increase في قضية في ال MCV ناتج عن قضية الريتكس فبساعات الجهاز بيقرأ الريتكس ك-RPC لكنها بتكون كبيرة فبالتالي ممكن يحصل قضية ال MCV Increase النقطة التي بعدها ال RDW ستكون slightly Increase البلد فيلم بالتأكيد حنشوف Spherocyte وقلنا ليش حنشوف Spherocyte لأنه حصل عملية اللي هي قضية Partial Phagocytosis بالإضافة إلى Fragmented RPC سنشوفها كمان ممكن نشوف قضية Auto Agglutination الريتكس بالتأكيد ستكون Increase هذا الأساس لكن يكون في بالنا ال Antibodies ممكن تلتصق في ال RPC Precursor في البون مارو فبالتالي تلتصق بالخلية المسؤولة عن قضية Development ال RPC فبالتالي الريتكروcyte سيحصلها أنها تكون Decrease هي فقط في البال لكن الأساس سيكون عملية فبالتالي طيب ماذا ال Confirmatory Test بالتأكيد هي Direct Comp Test هنا احنا اتفقنا وإحنا بنتكلم على ال Cold أنه الهدف من قضية ال Direct أنه بيعمل لنا هل في Antibodies أو Anti-C3B منتصقة على قضية على السيرفس حق ال RPC لأنه الالتصاق ال Antibodies اللي هو IgG على السيرفس ما هوش فيزيبول أغلوتيناتشن خالص فإحنا عاوزين رياجنت يطلع الرياجنت هل نسميه Com Test اتفقنا أنه ال RPC لو ما يحصلها كوتت بال Antibodies لا يحصل على الانتباضي وبالتالي نحن عاوزين نجيب عملية الرياجنت حق ال Com Test اللي هو عبارة عن Anti-Human Glopylines اللي هو عبارة عن عملية اللي هو IgG against ال F-C portion فشايفين كيف الآن ال Antibodies اللي هو ذاب بتاع ال Com Test كIg هيلتصق بال F-C portion لل Antibodies وبالتالي هيحصل عملية visible النقطة الثانية كinterpretation احنا اتفقنا عليها في ال Cold نعيدها هنا بسرعة لو طلعوا كلهم Negative ما معناها؟ معناها انها Negative لكن لو احنا شاكين نعمل Flow Cytometry طبعاً في ال Poly Specific لو طلع Positive وال Anti-IgG طلع Positive وال Anti-C3 طلع Negative معناها Warm لو ال Poly Specific طلع Positive وال Anti-IgG طلع Negative وال Anti-C3 طلع Positive معناها Cold لو طلع ال Poly Specific Positive وال Anti-Ig وال Anti-C3 معناها كمان Warm طبعاً دول اللي هما Anti-IgG وال Anti-C3 دول نسميهم عملية Mono Specific هذا بالنسبة لقضية لقضية Positive في Warm انه يكون عملية Anti-IgG سواء في قضية الحالة الأولى أو الحالة الأخيرة والحالة الأخيرة ممكن حتى لو طلع Anti-C3 Positive ذي حنا اعتبرها Warm كما قلت للتذكير كما قلت للتذكير انه في بعض الرياجنس او بعض البيبر بتقول انه انه الكمتس هو عبارة عن IgM فيبكون IgM against الـ فبالتالي حيرتبط بالـ لـ وبالتالي حيعطينا visible agglutination او حيرتبط بالـ بالـ C3P وحيكون IgM بمثابة Anti-C3P وحيعمل visible agglutination هذه فقط للمعلومة وممكن يكون IgM ونكون نحنا للأساس بنعتمد القضية IgG طيب ممكن نعمل عملية الـ بتكون نحن نعمل الـ فيما لو شكينا طبعا هنا نقطة مهمة عاوزين نتفق الآن ما الفرق بين قضية الـ و الـ لو جينا في الـ بالتأكيد هنا 37 درجة مقوية وفي الـ بيكون 4 درجات مقوية الـ الـ بيكون IgG لكن في الـ بيكون IgM ممكن تحدث أو ما تحدثش في قضية الـ لكن بالتأكيد في الـ حيحصل وبالتالي لأنه حيحصل حيحصل إنترافاسكولار الكوزيز زي ما اتفقنا في الـ بتكون لكن هما الأساس اللي بيطلعوا عملية IgG بالنسبة للـ اتفقنا أنه في أديوباثيك لكن المايكوبلاسما نيموني بشتينبار فيروس اللينفومة يكون حاضرة أمامنا الطائب بالتأكيد في الـ إكترافاسكولار لكن في الـ إنترافاسكولار الـ بيكون هنا بوزيتف للـ بوزيتف سواء anti-Ig أو للـ لكن بالنسبة للـ بيكون عملية بوزيتف للـ هيموغلوبين يوريا بالتأكيد الـ لا يوجد لكن في الـ بيكون هناك هيموغلوبين يوريا على أعتبار أنها أنترافاسكولار طيب التريتمنت بالنسبة للـ للـ بلد ترانسفيوجين لكن لابد نطرح في بالنا نقطة مهمة جدا إنه إنه لو ما نعمل كروس ماتشينج وحيحصل إنكمباتبل ليش إنكمباتبل؟ لأنه في معايا أوتوانتيباتيز بشكل كبير فهذه مشكلة لابد تكون عملية حاضرة أمامنا لو ما ننقل الدم طيب كيف يتغلبوا على هذه المشكلة؟ في أكثر من تكنيك حقيقة لكن واحدة من التكنيكس المشهورة يسموها الـ كيف يعملوا فيها؟ يروح يجيبوا الـ طبعاً ما معناه بأنه عنده أوتوانتيباتيز كثيرة ويجيبوا عملية يخلطوها بالـ ويعملوا ويعملوا ماذا يحصل؟ السلز هنا ستعمل لقضية الـ فبالتالي بتشتغل كحاجة سموها زي السفنجة فتأخذ كل الأنتيباتيز بعدها يعملوا للسلز يرموها ويأخذوا البلازمة يعملوا بها عملية الكروس ماتشينج وكما قلت فيه أكثر من قضية من تكنيك يستخدموها طيب هنا في الورب بيكون عملية جود ريسبونس للستيرويد الستيرويد بكله استيابة كويسة جداً في قضية الورب بالنسبة لهنا لأنه بيحصل ديستراكشن في السبلين فأكيد بيقولوا لابد نعمل عملية السبلينوكتمي النقطة الثالثة في تكنيكي ممكن يستخدموه هو فترته كويسة جداً أنهم بيعملوا هاي دوز لإمينوغلوبيلين ليش؟ لأنه أساساً زي ما أنتم عارفين الماكروفيج عليها الريسيكتور فلوما نروح نعمل عملية هاي دوز كل الماكروفيج ستلتصق على عملية الماكروفيج تلتصق تلتصق فأيش اللي هيحصل لوما نروح نجيب الاربيسيز الاربيسيز اللي هي موجودة طبعاً وعليها انتيبوديز ما عاد فيش مجال للانتيبوديز الملتصق على الاربيسيز إنه يلتصق على قضية الماكروفيج هتكلم زي ما قلت بريفلي على الاميون هيموليتك اللي احنا اتفقنا فيه معنى أوتو اميون وفيه معنى ألو اميون وفيه معنى الدراج انديوز أنيميا الأوتو اميون خلصناهم هتكلم بريفلي على البروكسيسما القلد هيموغلوبينيوريا بالنسبة للألو اميون هو ترانسفيوجل رياكشن وهيموليتك ديزيز أو نيو بورن النقطة التي بعدها البروكسيسما القلد هيموغلوبينيوريا هي عبارة عن طبعا هي رير ما الذي يحصل الاربيسيس عليها أنتيجين يسموه بي أنتيجين اللي اكتشف هذا الموضوع عالمين شهرين واحد يسموه دونيث واحد يسموه لاندستنر ما قالوا؟ قالوا انه بيجي أنتيبوديز سبسيفك للبي أنتيجين ويرتبط به ولذلك سموها كذا سموه سموه دونيث لاندستنر أنتيبوديز ففي هذه الحالة اللي هي البروكسيسما القلد هيموغلوبينيوريا إيش اللي بيحصل بيحصل هيموغلوبينيوريا عندما يحصل النقطة المهمة جدا أنه أكيد مدام آجيجي سيحصل وبالتالي سيحصل لكن النقطة اللي هي المفصلية أنه سيطلع وكمان النقطة الكويسة أنه ذا كمان النقطة الثانية اللي هي قضية الألو الألو إميون هيموليتك أنيميا ما معنى الألو ألو إميون هيموليتك أنيميا معنى أنه فيه إميون ريسبونس لنن سيلف أنتجين لكنها من المنبر لقضية السيمس بيشيز يعني من حسين لعلي من صالح لمحمد فهي في السيمس بيشيز أي شي اللي بيحصل مثال لها الابي او إنكمباتيباليتي أو الابي او إنكمباتيباليتي سهلة جداً لو واحد دونر فصيلة دمه يعني المعطي ايه والريسيبيانت او حيكون فيه انتي ايه أجينست ال ايه فبالتالي حيحصل عملية اللي هي عملية الدستراكشن أو قضية اللي نقول هيموليتك ديزيز ان المرأة ار اتش نيجيتف والمولود اللي جاء اول مولود هو ار اتش بوزيتف فأثناء الولادة حيخرج المولود الاول لكن حتروح عملية ال ار اتش فحتكون الام انتي باديز لل ار اتش وهي ما عندهاش ار اتش ففي الولادة الثانية في cried b Carmen انتي باديز من الولادة الاولى الانتي باديز هي ار اتش فلو حصل ان المولود الثاني هو كمان ر اتش بوزيتيف هيحصل عملية الانتي باديز ترتبط به يحصل عملية الديستراكشن نسمى هيموليتك ديزيز أوβنيوبروم ثاناته درج عن باديز تانيمية سهلة جدا انه بيه درج يتباناISS ترمتع ال بيصع كما كانت كما كانت Beansin wrote مễقibles لو هي الباديز في normalmente صérêt للإميون ريسبونس فبالتالي حيكون أنتي بديز هيحصل ديستركشن بتيب تو هيبر سينسيتيفتي كنت معكم في محاضرة الورم أوتو إميون هيموريثي كانيميا شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته